النهاردة واستعداد منتخبنا الحقيقة اللي هي بتوط الأمة أفريقية كنت الرضا ماتش النهاردة ومنتخبك بتتكلمني على التشكيلة والشكل اللي ممكن يبقى بيه منتخبنا في التوط الأمة أفريقية النهاردة هل التشكيلة من وجهة نظرك يعني احنا كاننا على صبح لكن مثلا وجود عمر كمال وجود اللعيبة لآخرين في التشكيل أساسي النهاردة هل ده بيعبر عن النهية دي اللي هتبقى موجودة ويبتدي بيها أول ماتش ثم يكمل بيها بقية المباراة لا يعني طبعا أولا الشناول لا يقف تمام ماشي لو سليم أو حتى السليم بالنسبة 40% هو اللي يقف تعالى على الاتنين من السكين خلاص عب منعم وحجازي ده من وجهة نظره أنا أنما أنت لو عايز وجهة نظري عب منعم وياسر وياسر هنا ناحية الرايد هيبى محمد هاني خلاص كده عمر مش ممكن ما ألحقش الماتش لا هو قالك إن هو إصابة خطوة هو يقول هو يقول زي ما هو عايز برضو عشاني هو جهز الطب بيقول له كده حبيبي ماشي قاب هيلعبوا الماتش اللي جاي ما أعتقدش ما أعتقدش الأساسي هو هاني بس هو هيلعب هاني حتى لو ده سليم 100% دي خلصانة يبقى هنا محمد هاني يبقى هنا محمد حمدي ما كان فتوح هيلعب بمروان والنني وحمدي فتح لو لعب بتلاتة اللي هم ديفندرات هايبقى وحمدي فتح وحمدي فتح لكن مش إمام عشور أو زيزو لا هيجي هنا ناحية الرايد هيبقى صلاح مع حية الليفت ريزيجي وقدام مصطفى محمد طب كده شكلين الهجومي هيبكون عامل إزاي بالسلاثة نص المرعة طب انت بتتكلم عليه طب انت بتقول تشكيلة ده التشكيلة اللي هي لعب بها الراجل طب لو ملعبش بيها ولعب بإمام عشور أو زيزو ايه؟ واحد من دول اللي يبقى موجودين في نص المرعة لا ما اعتقدش لو اللعب هيلعب بمرموش طب ما ديه تبقى حلو هتحسن شكلك اللي انت بتقول عليه دلوقتي في المنطقة الهجومية طب تخيل النهاردة بس مداش مصطفى فتحيه اخطر واقوى لعيد موجود بعد صلاح على الدكتا خلي بالك برضو هو عارف امكانات مصطفى فتحي بس هو برضو بيبص المنظور القوى الجسمانية اللي هيابله في بطوطة الامة أفريقية لبا ما ياخدوهش انا مالي ما القوى الجسمانية مع مصطفى محمد حد يختلف على قوته الجسمانية انما ادي له كورة ودي المصطفى فتحيه كورة ده دي قصة كات طيب ماشي حبيبي ماشي دي بعد لا تعتمد على الجسم المخ والمهارة هي اللي ممكن توقع اجدع لعيب في العالم واتخليه سف في التراب بالمهارة صح هو كوندي بتاع الكاميرون في الكورة اللي كان فيها سباء عشان المخ زدان عمله لو دخل قوى معاه كان هياخد الكورة هو دخل ايه الاول قوي لانه جاي بسرعته وبعد كده استعمل دماغه ان انا هوقف في الكورة واخليه ويروح في حتة عشان اعملها لبوتريكا واجهة صح تمام يبس تعمل ايه في الاول القوة ان هو يروح بس ياخد الكورة تاني حاجة استعمل بقى ايه مهارة لا احنا لو استخدمناها في البطولات اللي احنا اخدناها دايما القوة ما كناش كسبنا القوة بس وعمرك ما هتكسب اي فرقة افريقية لو انت قبلتها بالقوة احنا دايما بنقبلها بالمخ والمهارة صح عشان كده احنا كابتن حسن شحاط الله يديله الصحة ويخليه لمصر فالفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة اللي كان بيميز منتخب مصر عن اي فرقة على فكرة كان فيه فرقة اقوى منك بس انت المخ والمهارة هنا هم اللي كانوا بفرقوا معاك